هنروح لخبر أسعدنا كلنا وهو اختيار طبعا أحمد صلاح أسطورتنا في كرة الطائرة ضمن أفضل لعب أفضل ميت لعب في العقد الأخير في آخر عشر سنين اتحاد الدولي لكرة الطائرة على الانبارح هناختياره القائمة بتضم ميت لعب في العشر سنين اللي فاته واللي كان موجود فيها أحمد صلاح الأسطورة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة الطائرة وقال للتحاد الدولي اللعبة أن أحمد صلاح لعب في تلات دول وقدر أن يحقق نجاحات في كل بلد لعب فيها وكمان كمل التقرير ده أن صلاح اللي عنده ستة وتلاتين سنة قادة منتخب مصر في كأس العالم اللي فات واللي كانت في 2019 في اليابان وكمان كان شارك أولمبياد بكين 2008 وريدو جينيرو 2016 أحمد صلاح لعب في الألفية دي مع النادي الأهلي وبعدين احترف في الدوري الروسي وبعد كده الدوري السعودي في نادي الهلال ودول بالإضافة لأنه حقق الدوري الأوروبي مع فريق هالك بانك التوركي وبعدها انتقل لفريق جلتة سراي التوركي صلاح كسب مع نادي بطلاع الجيش كمان الدوري المصري وكأس مصر وبطولة أفريقيا ومن ثلاث سنين رجع إلى بيته من تاني عشان يفوز بكل البطولات مع الماسترز ويحلط من جديد كنصر أهلاوي لا يعرف سوى الفوز وإن شاء الله بإذن الله صلاح هيبقى ضفنا قريب وهنعمله طبعا احتفالية كبيرة في نادي الاهلي لأن الأسطورة الحقيقة يعني ما بيجيش كتير الأسطورة يعني لما بيكون الأسطورة على مستوى العالمي كمان مش مستوى المحلي ما بيجيش كتير ولكن صلاح ليه عندنا وليه معزة كبيرة في قلوبنا قلوب الأهلوي